أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس العودة إلى الدراسة الوجاهية في كافة المدارس والجامعات في العام الدراسي المقبل والذي سيبدأ في الثاني عشر من شهر أيلول لهذا العام لافتاً إلى أن برنامج تعويض الفاقد التعليمي لجميع الطلبة سيبدأ في الخامس عشر من شهر آب القادم وقال الوزير واجهنا في الفترة الماضية تحديات بشأن الفاقد التعليمي والأثار النفسية والاجتماعية للطلبة وارتفاع معدلات التسرب وبالتالي يجب أن نعود للتعليم الوجاهي